موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام ألن بكم في موعدكم ماريا درسبو على خناة ميديان تيفي بانوراما سبور في حلقتي هذا الأسبوع حدث مفصل عن نتائج سفراء الكرة المغربية في المسابقات القرية لكرة القدامة الرجاء عاد بأقل الخسائر من مصر رغم هزمته بهدف لوحد في ذهاب ربع نهاية دول الأبطال مباراة عرفت فضيحة تحكيمية جديدة كانت ضحية فيها مرة أخرى فريق المغربي وهو الرجاء بعدما تم احتساب ضرب الجزاء من وحي الخيال لفائدات فريق الأهلية المصري ممثل الكرة المغربية الثانية في المسابقة فريق الوداد عبر مرة أخرى عن علو كعب الأندية المغربية في الملاعب الجزائرية النادي الأحمر عاد بانتصال ثمين وبهدف دون مقابل من ملعب نادي شباب بالوزداد كبير الأندية الجزائرية في السنوات الأخيرة وفي مستبقة كأس الكاف خسرت بركان في ضيافة المصري البورسعيدي بهدفين لوحد علما أن الفريق المصري أكمل المباراة بتسعة لاعبين فقط وفي الحلقة أيضا نحاديث عن عودة فريق المغرب التواني البطولة الاحترافية في قسمها الأول على بعد خمس جوالات من نهاية الموسم ولمناقشة هذه المحاور معنا من مدينة القنيطرة لطار الوطني المدرب عبدالقادر يومير سعب القدر أهلا بك وشكرا على حضرك معنا في برنامج بانورما سبور شكرا أخي عبدالله على الصدافة وتحية لك والضيوف الكرام ولمشاهدين الكرام أهلا بك سعب القدر من مدينة الدار البيضاء ينضم إلينا الدولة المغربية السابقة والمدرب الحالي خالد فواميست خالد أهلا بك وشكرا على تربية دعوة قناة ميديان تيفي بساء الخير مرحبا بكم ورمضان مبارك سعي جميل مغاربة والترحاب موصول لمحلل برنامج بانورما سبور صديقي وزميل فوالحنويستي فؤاد أهلا بك من جديد أهلا بك سابلا مرحبا بضيوفنا الكرام أصدقاء دينا سيخالد فوامي ويرسي يومير أهلا بكم إذن ضيوفي الكرام قبل نبدأ النقاش نذهب للعاصمة المصرية القاهرة وهذه المرسلة حول المباراة من الصحفي الرياضي حمز الشيوي الذي تبع اللقاء في ملعب السلام بمدينة القاهرة المتابعة أعتقد أن مباراة الرجاء الرياضي ومضيفها الأهل المصري المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة مساء السبت لم ترقى إلى المستوى الكبير على المستوى التقني والفني على أرضية الميدان صحيح فريق الأهل المصري سجل هدفين في الدقائق الأولى من المباراة سجل في وقت استراتيجي من اللقاء لكن فريق الرجاء عرف كيف يستعيد التركيز استعاد تركيزه وتوازنه وسجل هدف تدويب الفارق هدف سيكون تميم بالنسبة للفريق الأخضر في مباراة الإياب لكن أعتقد على أن أداء فريق الرجاء لم يرقى بالشكل الكبير لمستوى التطلعات كذلك الأهل المصري غياب معلول كان واضح على الفريق القاهري وكذلك غياب العطاء بالنسبة لعادة من اللاعبين نفس الأمر ينطبق على فريق الرجاء الرياضي لكن أعتقد على أن ما لفت انتباهنا في هذا اللقاء وبطل المباراة بدون منازح هو حكم اللقاء الصافر التي أقول أفسدت هذه المباراة ففريق الرجاء الرياضي ظلم في ضربة الجزاء الأولى الغير مشروع التي احتسبت للأهل المصري كما أوضحت ذلك الكاميرات من خلال إعادة اللقطة من أكثر من الزاوية ضربة جزاء لم تكن مشروع أبدا للفريق المصري كذلك كنا نعمل في طرد نيانج لأنه كان تقريبا طرد مستحق بعد تدخل الخاشن في حق أحد اللاعبين الرجاء لكن الحكم تغاضى عن ذلك وكتفى ببطاقة صفراء قرارات تحكيمية ربما ساهمت في خسارة فريق الرجاء ذهبا نتمنى من الفريق الأخضر أن يبقي تركيزه كاملا في مباراة الإياب مباراة ستلعب في ظروف مختلفة تماما تقريبا أمام أنصار كبيرة ستناصر وستقاضر لعبية الرجاء الرياضي من أجل ضغط دماء جديدة في شرعين رفاق محسين متولي وبالمناسبة أتمنى محسين متولي أن يكون كذلك في يوم وفي مباراة الإياب لأنه اليوم لم يقدم الشيء الكثير من أجل أن نشاهد فريق الرجاء الرياضي قادر على تجاوز عقبة الأهل المصري لأنه الأهلي صحيح انتصر 2-1 في مباراة الدعاب والنتيجة تبدو جيدا لصالح فريق الرجاء لكن الأهلي يعرف كذلك كيف يسافر وكيف يناقش المباراة خارج الأرض فبذلك نتمنى أن يكون الرجاء حاضر دهنيا وبدنيا وطاكتيكيا لاستخلاص أو لاختناص هذا التأهل للمربع الذهبي على حساب نادي كبير من قيمة الأهلي المصري إذن شكرا للصحفي الرياضي المغربي حمزة الشيوي على هذه المرسلة التي لا خصلنا فيها يعني مجريات مباراة فريق الرجاء ومضيفه فريق الأهلي المصري في ذهب ربع نهاية مسابقات الأبضاء أبدأ معك سعب قدر يومير يعني مباراة قد نقول بأن فريق الرجاء البيضوي عاد فيها بأقل الخسائر هزيمة صغيرة بهدف المقابل على هدف واحد يكفيها الفوز بهدف من أجل التأهل للمربع الذهب بداية كيف تقيم الأداء التقليل للفريق ونظن أن هذه المباراة بالنسبة للفريق الرجاء الأهم فيها هي النتيجة أكثر من الأداء ونحن تحدثنا على الموضوع قبل المباراة وتكلمنا على أن فريق الرجاء سيلعب بخطة دفاعية ونحن نعرف أن رشيد توصي يعني يتقن جيدا الخطة الدفاعية وهو اللي خلاه يلعب ثلاثة دي القلوب الدفاع اليوم والهدهودي وإلياس الحداد وحركاس وبالتالي هالطريقة اللعب اللي تكون ثلاثة خمسة جوج وتتحول خمسة ثلاثة جوج أو خمسة ربعة واحد فهذه طريقة يعني متعودة نشوفها خصوصا أن الفريق ممكن شلو يلعب خارج الملعب مع فريق قوي مثل أهلي بالنجوم ديالو دكشي ويغامر هجوميا يعني الطريقة معروفة أنك تلعب بدفاع قوي بكتافة عددية وتنطلق الهجامات تدير دي ترانزيسيون أوفنسيف يعني مع الحداد سريع فكنا نستغل الحداد في الهجامات العكسية وبالتالي تنظن أن القراءة دي المباراة كانت جيدة بالنسبة للمدرب التوظيف اللاعبين كان جيد أعتقد أنه ما خسناش نطلبه للمدرب أكثر من معطى لأنه ما زال مباراة دي الإياب وأعتقد أن الفريق دي الرجاء سيظهر بوجه مغاير تماما في الضر البيضاء كذلك ما ننسوش على أنه كان هناك دور متحكيمي وتكلم عليه الأخ من القاهرة وهنا يترجع واحد نقاش كبير اللي يمكن لنا أن تكلموه عليه من بعد اللي هو الحكام الأفارقة يعني هذا الحكام الأفارقة يعني التكوين ديالهم الدورية المحلية التي يلعبون فيها واش هي ترقى إلى مستوى كأس يعني الكأس الإفريقية كذلك المكافأة المالية التي يحصلون عليها كذلك المصداقية يعني كل هذه الأمور ربما يمكننا أن تكلموه عنها وهذه عندها تأثير كبير على المباريات من هذا الحجم هذا لأن اليوم لما الحكام الأفارقة وصلوا لكأس العالم نهاية كأس العالم في 98 اليوم عندنا يعني ثلاثة أولار بعد الحكام اللي قادرين باش يمشوا يلعبوا في كأس العالم لأنه مستوى القدر نزل بواحد طريقة كبيرة رغم هذه المجهودات التي ربما تتقوم بها الحكومة الفيدرالية الإفريقية ولكن لازم يكون مجهود مضاعف لأنه كما قلت أن الحكام يلعبون في دوريات ضعيفة وبالتالي تنتقلوا من قسم الهوات إلى قسم المحترفين وبالتالي هنا تختلف الأداء تختلف السرعة تختلف الطاكتيك وبالتالي هناك فين كان إشكال ربما على إيجاد حل لهذه النقطة حكام أجانب ربما في المستقبل ابتداء من دور الرابع وهذا كان حكام أجانب كان في مسابقات قرية كان في كأس الأفريقية الأخيرة وهناك في الكاميرون كان معلومة فقط حكام أفريقى بأن ثمانية مدربين أو حكام أفريقى سيمثلوا القرى الصمراء في مونديال قاطر المقبل ومن بينهم الحاكم مباراة فريق الرجاء ومضيفه فريق الأهلي البصري فريق الأهلي السيخاليد لم يكن بحاجة صراحة لمساعدة من الحاكم أو من طاقم تحكيم هذه المباراة على التبار أن الفريق المصري دخل اللقاء بشكل قوي لكن 6 دقائق يتم الإعلان عن ضربة جزاء خيالية رغم اللجوء الغريب ورغم اللجوء لتقالية الفار إلا أن الحاكم أعلن عن ضربة جزاء غير موجودة في الواقع تنظن كان مشكل مشكل في غرفات الفار لأن جميع تنظن لما شاهد حاكم مقابلة ما شافش من جميع الزوايا فمن بعد أنه قرر ضربة جزاء عادفنا إعادة لبينات من الزاوية أخرى بأن ما كانت هناك ضربة جزاء ولكن بغض النظر على هالضربة جزاء اللي ما كانت مشروعة واللي هي حقيقة ضلمات فارق رجاء الرياضي تنظن فارق أهلي في بداية المقابلة سنظر 40 دقيقة اللولا كانوا وسيد المقابلة حيث كان بعض المشاكل على الجانب التاكسيكي لأنه في البداية لعب سيراسي التوصيب ثلاثة مدافعين محوريين وكان هناك العديد من المشاكل خصوصاً بجانب الأيمن فارق رجاء الرياضي حيث كان لعب دكور دائما كانت يطلع للأمام وبالتالي فاللاعب طول واللاعب جنو إفريقي دي الفارق أهلي فكان ببداية دائما تتسلل كمشي الجهة اليمنى دي الفارق رجاء ومن خلالها فهو أعطى الهدف التاني سنظر تضربة جزاء اللي كانت هي من جانب اللاعب مدكور كذلك هذا الهدف التاني هو جاء من هذك المساحة اللي كانت فارغة وكانت كذلك مجموعة من المحاولات من الجهة اليمنى دي الفارق رجاء سنظر بعد تغيير النهج التاكسيكي رشيد توصيل لدخل لعب جوما وخرج المدافع فكان هناك أكثر توازن فارق رجاء الرياضي ساطع باش يكون ندل الفارق الأهلي رغب أن فارق أهلي تحولي العديد من الفرص تنظر نجل مقابلة والحريز نيتي لأنه حقيقة ساطع من خلال تدخول دياله باش يخلي فارق رجاء في المقابلة فتنظر هذه النسبة لي هذه نتيجة إيجابية لأن تتخلي فارق رجاء عنده جميع الحضو إن شاء الله في مقابلتها لإياب لما لا يستطع باش يسجل أهداف أكثر ويكون أحسن خصوصا من جانب التاكسيكي لأنه فارق أهلي فارق مجرد فارق عنده لاعبه مسوي جيد فارق عنده تقافة ديالكورسة إفريقية وبالتالي ما سيكون مقابلة سهلة ولكن إن شاء الله مساند الجمهور تنظر فارجة وليس يكون حاضر إن شاء الله في هذه المقابلة فجميع الحضوض فهي مسوفرة فارق رجاء الرياضي إن شاء الله ينتقل الدور المقبل بطبيعة الحال السيخ خليد مبارغة تكون قوية وللطرفين معا الإيجابي في هذه المواجهة للذهاب السيخ فؤاد هو أن فارق الرجاء يكفي هدف واحد في الإياب ليتأهل للمربع الذهبي من دور أبطال إفريقيا نعود لمجرية هذه المباراة التي صراحة كان فيها فارق الأهلي هو السيد من البداية وحتى النهاية صراحة قدرون قولها الفارق وإن كانت ضربة الجزاء ربما أقلقت أو أدخلت بعد الشكل للاعبي فارق الرجاء إلا أن فارق الأهلي كان سيدا رغم تورو هذا الفارق كانت عنده غيابات خاصة في خط الدفاع غياب معلول أبو ربيع أيضا اللاعب المغربي بانون طيب ربما بالنظر السيناريو المباركة كل يمكن اعتبار أن النتيجة لعدب فارق الرجاء البيضوية جد جد إيجابية لأنه دعنا نقول أن الظروف تكلبت على الفارق الرجاء كانت بداية محتشمة من فارق الرجاء ترك الفرصة لفارق الأهلي بشي يعني يمارس لك الضغط المكتف على لاعبي فارق الرجاء وعلى منطقة الدفاحة ربما الاختيار تكتيكي مرة أخرى دي الرشيد التوصيب التي مهد على ثلاث لاعبين في المحور الدفاعي يعني ربما هو بحث عن تأمين النتيجة المحاولة بالعودة بأقل خسائر الممكنة وتسوء المطروح لماذا الرجاء رفض اللاعب يعني في بداية المباراة عنده مؤهلات عنده مقومات عنده لعبين لربما قد نقصهم تجربة مثل هذه المنافسة دي الدوري أبطال إفريقية لكن هناك لعبين المتمرسين اللي قدروا يعطيه الإضافة نتحدث على محسن متولي عن حميد أحداد على مستوى حارس أنس إزنيسي هذا كلهم لعبين لراكم تجربة لا يستهن بها في مثل هذه المنافسة إذن بالنسبة لضربة الجزاء دعنا نقول أننا الفارق لما يلعب خارج الميدان دير في القارة السمراء يجب أن تتمشي وتكون مستعد أنك تلقى واحد دعم للفارق المضيف بالحكم بصورة أو بأخرى فضربة الجزاء هي ضابعة الحال ضربة الجزاء من كما ذكرت عبد الله من وحي الخيال لكن ما كانش خصوص أثار على المعنويات دي الفارق الرجاء لأننا شاهدنا لما تم استقبال الهدف الأول الفارق كان متفكك الخطوط الفارق الأهلي المصري يوصل المرات عديدة يعني المربع العمليات تمام تجي الهدف ثاني إذن والفارق الرجاء رجع في نهاية الشوطة الأول بوسطة اللاعب الزريدة الأهلي مارس مارس أخرى ضغط المكتف ديالو جاتوا ضربة الجزاء الثانية طرد ديال هدهودي إذن كل هذه الظروف اللي جعلت أنه لا قدر الله كان الرجاء يقدر يخسر بنتجة كبيرة لكن يجب هذه المباراة يجب أن نستخلص منها الإيجابيات إيجابيات ماذا؟ وهي أن الرجاء بقى آمن بالحضور ديالو وخصة قبلة المرمى ديالو هدفين أيضا أنه كانت هناك تألق الحارس أناس سيزنيتي وهنا ربما أناس سيزنيتي رد الصاع صاعين لكل المنتقدين اللي انتقدوه في اللقاءات الأخيرة خصوصا لقاء رجاء بني ملال اللي نشفنا وحد العين من جماهي الفارق الرجاء البيضاء ويكتنتقد الحارس أناس سيزنيتي وأنا شخصيا لا أتحمل مثل هذا نكران الجميل لاعبين آخرين غير كين خافض المستوى ديالهم يعني كتتوجه له أسهم الانتقاد بوحد الحدة وبوحد الشراسة اللاعب رأي إنسان رأي يمر من مراحل جيدة ومراحل ربما كيتراجع في المستوى ديالو وشفنا كيفاش أنه بالنسبة لأناس سيزنيتي رأي الله يراجع من الإصابة يعني رأي مدة ثلاث أشهر هو ما يلعبش إذن الحضور ديالو في لقاء الفارق الأهلي كان له حضور وازن أولا من خلال تصدي ديالو ضربة جزاء اللي كانت تقدر يعني لا قدر الله تحول مجرى المباراة ثانيا خلال تدخلات ديالو العديدة صديقي فؤاد أحتل هدف الأول ديال عمر سليم ضربة جزاء يعني لحالي سبع الكورة يعني بقيم الحد كان يقدر يكوش هدف يعني المرضود ديالو كان إيجابي جدا وكما قلت أنا أورد ساع ساعين لكل اللي كانت تأخذ ثم أيضا الحالة الإيجابية الأخرى وهي حالة القتالية ديال اللاعبين اللاعبين رغم النقص العددي كما في لقاء الوداد رغم النقص العددي الفارق بقى صامد بقى يعني تمكن أنه يجهد كل العمليات الهجومية ديال الفارق الأهلي المصري ونجح أنه يحافظ على يعني نظافة الشباك ديالو وكان يعني بإمكان ديالو نرجع بتعادل لو لا يعني الفرصة التي تقعدت لللعب الهبطي يعني في نهاية الأنفات يعني كنت ترجع بتعادل ليجعلك يعطيك الواحد الأسبقية كبيرة في لقاء الأيام يوم الجمعة القادم بدين أصدار بيضا وهدف كان في المتنول صديقي فؤاد وبعد نهاية المباراة كان هناك شناءان بين اللاعب أهبداد واللعب الهبطي لماذا ضيعت هذه الكرة ولكن ما عندما تبسل هذه الصورة السيئة سيئة أنا سخصيا يعني شو في صف اللقاء أين لا لقاء الوداد لا لقاء الراجع يعني مسائل بحل هذه ربما كين المستودع كين المدرر صديقي عبد الله مستودع الملابس واللعبين رغم لاعب السي فهامي وسي يومي رغم أكثر تجربة خبرات مستودع الملابس كتكون فيه شجارة وتلسن ونحن وصلنا أصداء حتى قدف بالحيداء بين بعض اللاعبين ما شاء في المغرب على الصعيد العالمي ولكن يبقى ذلك في إطار البيت الداخلي هذه مسائل كتكون عادية بين اللاعبين كي يكون هناك أحد شناءان ولكن المشكلة أنها تكون في مباراة بحلاكة وانت عارف أن الكاميرات تقوم بالتصرف أيضاً ما هو اللقاء الويداد ما هو اللقاء الويداد ما هو اللاعب يعني غير في القوس اللاعب السومة مع الحارس تاقناوتي وأيضاً لعب جبران مع اللاعب أمين فرحان هذا التلسون ربما نفضل أن اللاعبين يحتفظوا ولكن لدي شيء عتاب نخليه تل بعد المباراة أو لف مستودع الملابس لحسن اللحظ اللاعب الهبطي مكاش موفق في ذلك الكورة ولكن الحارس أنسزنيتي كان متألق وحتى الصحافة المصرية تحدثت عن تألق هذا الحارس وإنقاله للرجاء من الوقوع في فخ هزيمة كبيرة لنتابع تصريح للصحفة الرياضي المصري محمود ماهر من القاهرة حول هاته المباراة لنتابعه في البداية أرحب طبعاً بكل السادة المشاهدين في المغرب الشقيق نبي الرجاء أعتقد أنه أفلت من هزيمة كبيرة في ملعب السلام الأهلي كان هو الطرف المسيطر الأفضل من ناحية الفنية ومن ناحية التكتيكية كان هو الأكثر تهديداً على المرمى لو لا تألق الحارس أناسزنيتي أعتقد كانت ستنتهي بنتيجة كارثية بالنسبة للرجاء هناك العديد من الأمور تحتاج إلى تعديل في الفريق مثل سرعة نقل الهجمة المسلسات في وسط الملعب في الهجوم هناك العديد من التحركات غير مستغلة من جانب حميد أحداد مهاجم رائع جداً يحرك رأيته في أرض الملعب يعني شعلت نشاط لا يكف عن التحرك فيه على الأطراف أو في العمق الدفاعي للنادي الأهلي ولكن الامدادات ضعيفة وإذا استمر الوضع كما هو عليه في مبراتل العودة أعتقد سيخرج الرجاء ولن يكمل في البطولة وحتى لو تأهل بالدعم الجماهير لن يكمل لأن الأمور صعبة جداً في وسط ملعب الرجاء بالنسبة للنادي الأهلي الفريق يعني كان قابا كوسينا أو أدنى من تسجيل هدف آخر بعد إهضاره لركلة الجزاء من عمر السولية ولكن تألق أنس الزينيت حالة دون ذلك ومنح الرجاء فرصة جديدة للمنافسة على التآهل من خلال مباراة ملعب محمد الخامس والتي ستكون مباراة صعبة جداً على الأهلي مختلفة عن باقي السنين أو السنتين الماضيتين لأن الأهلي هذه المرة سيلعب أمام خمسين أو خمسة وخمسين ألف متفرج متحفز وراغب في التآهل إذن مباراة قوية في الانتظار ستكون هيئة الأسبوع المقبل في ضر البيضاء من أجل حسم ورقة تأهل للمربع الذهبي السعب قدر يميل فريق الرجاء البيضاوي كما قلنا عاد بأخف الأضرار أو بأقل الأضرار لكن عمما الفريق لم يقدم أداء متميز نعلم بأنها مباريات صعبة وتحسن بتفاصيل صغيرة هل ما قدمه الرجاء في الذهب يعني يمنحه الأفضلية في الإياب لتأهل المربع الذهبي وأكيد أنك سجلت هدف خارج الملعب ونهزمتي بجوجل واحد وبالتالي هذه النتيجة وحتى أنا على مستوى إفريقيا يعني الهدف خارج الملعب يعتبر مضاعف ما زال هذا القانون مطبق على المستوى الإفريقي وبالتالي هذا ربما يكون عنده تأثير إيجابي أنا تنهن ربما الهدهودي اللي أنا كانت عنده الشجاعة يعني بعد خارج الكرة وضربة الجهازة يعني كان يعني في بينه حالتين إما في نهاية المباراة غيمشوا يبوسوا له راسه ولا غيمشوا يضوروا فيه والحمد لله أن ذلك الجهاز اللي دار وإذنتي اللي ساعده يعني تصدى لضربة الجهازة أصدقات هذه العملية يعني إيجابية بالنسبة للفريق رغم أنه وفقه بالسعود ديال اللاعبين أنا اللي تفاجأت منه هو المستوى ديال الأهلي لأنه الأهلي ما قامش ب يعني مش فيناش يعني يقلب على اختراق العمق الدفاعي ديال الرجاء ما كانوش هناك ديزا تاك براسي مش فيناش مثلا لعب على الأظهيرة مثلا وكورة عرضية يعني مخدومة يعني كان هناك التباك وشفت على أنه بحال دوك الفروق مثلا ما تكونوا خاسرين تبقوا غير طوعوا تلعبوا كرة طاولة المربع العمليات وهذا تهوى سهل استادة سهل من طريقة الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي لأنه مش هي هذه الطريقة اللي كنتم توقعوا لأنه لو كان هناك هدوء واحتفاظ بالكرة ولعب يعني وحاولوا يعني لمسات ونحاولوا باشلقوا عمق ونختارقوا أو نحاوروا يعني كل هذا الأمور كنت مقدرة من الأهلي ولكن الأهلي يظهروا يعني بواحد مستوى اللي حتى هو غير مطمئن وهذا تشجعنا باش نقولوا على أنه في مباراة الأياب ان شاء الله أمام الجمهور الرجاء اللي غير عمر مركب محمد الخاميس تنظن أنه الرجاء غير يظهر بوجه آخر لأنه لا أعتقد أنه توصي ولا الجمهور ديال الويداد غير قبل باش يلعب بجوش طوبيسات ضروري أنه غير يحتفظه بالكورة غير نشوفه المتولي غير نشوفه الحجات غير نشوفه كل لعبي الأضهيرة غير نشوفه تنظن أنه غيره طريقة اللعب وإن شاء الله غير يكون الفوز والتأهل لنادي الرجاء هذا ما نتمنى السياحة بالقادر يومير قبل ما نشونا السياحة التي تفهمها تكتسى السفوات تعلق لها اللقطة الجميلة الإفريقية المحضة الحاكم الشرطي الحاكم جزر القمور سليمان أمالدين والذي يريد أن ينتقل من اللعب زريده في طريقته الخاصة هذه الدعبة للطريقة الإفريقية هذه الدعبة غير نعم سيكون دوري في العالم باحترافه ما تتصرف أحداد لا أحداد الحاكم لا مع أحداد في آخر أنفس المباراة كيف كانت هناك عملية دفع هذا هو التحكيم الإفريقي الحكام الأفريق دائما يفاجئون سيعة برلانتين يضرب الجزاء ما كينش فجأة ولكن ضرب الجزاء هذه قانية الشرق لعب زريده وللأسف حتى هذا الحاكم النظار الذي كنت تكلم عليه صديقي فؤاد الكونغولي الشهير بقرارته المريبة سيكون 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 إفريقيا في مونديال قطر ضمن ثمانية وعنده سوابق مع الأنديا المغربية سوابق مع الويدان ومع بركان أيضا وتسبب في إفريق لعبي الرجاء المتألقي في هذه المباراة ربما كانت هناك علامة استفهم على أداء أبعد اللاعبين اللي كانوا دائما وأبدا هم لك يقودوا الفريق اليوم متولي لم يقدم مباراة متمييزا نبغيك تعطي نظام الأسماء اللي قدمت أداء متمييز بنظرة تقنية طبيعة الحال في تخديرك الشخصي أحقيق الحارس نيتي قام مقابلة كبيرة وكان شيء عادي بأنه منسبة المقابلة الأولى اللي لعبها ولا الثانية مع فريق الرجاء الرياضي من كشم مستوى ديالو في المعتاد لأنه ثلاث أشهر لحارس مرمى ما لعبش كرسمي في فريق الرجاء وبتالي فأشياء عادية تنظر الآن ذاتي يسترجع المستوى ديالو والحمد لله في الوقت المناسب لأن في هذه المقابلة كان فريق الرجاء تحتاج الحارس جيد والحمد لله فريق الزنيتي فقام مقابلة كبيرة ورجع المستوى ديالو المعتاد لأنه تعرفوا دائما الحارس النيتي فدائما تكون في الموعد خصوصا مقابلات صعبة وهذا منسبة الفريق الرجاء الرياضي شيء إيجابي منسبة اللاعبين تنظر لعب زريدة لعب المقابلة جيدة تنعرفوا لعب زريدة ولاعب ناشط تقوم بالعديد من الأدوار وكان في هذه المقابلة فهو كان سجل هدف وكذلك تفكر بأنه ضربة زاوية كان من خلال فريق الأهلي سجل هدف الثالث ولكن في تدخول كان حاسم بأنه بالرأس ببعض الكرة تنعرفوا لعب متولي لأنه نقص تنافسية فهذه تنظر شهر أو أكثر ما لعبش مقابلة رسمية وبالتالي فكان متضر بأن اللاعب تنعرفوا لعب ما يكون حاسم في المقابلة لأنه المقابلة تحتاجوا اللاعب تولي كف المتواجيد لأن للأسف هذه حقيقة خصوصة الهجوم فريق رجاء ما عنده لاعبين موهوبين بحل لاعبين اللي كانوا فريق رجاء مثل ما نقول لاعب حافظي وكذلك لاعبين آخرين ففريق رجاء عنده شيئا ما صعوبات في الهجوم لا بحداد در مقابلة جيدة لأنه لاعب مهم لأنه تقوم بالعديد من طلب الكورة في الظهر دي الفارق الخاص وبتالي بالنسبة المدافعين دي الفارق الخاص فهو لاعب صعب وصعب الحراس لأنه تتمتع بليه قليل وكذلك عنده واحد دائما تكون ديسبوني بالنسبة اللاعبين فاللعبين الآخرين كان لا بأس به خصوصا فريق رجاء رياضي تنظم أحسن ما يفعل المقابلة هو نتيجة دي الزوج الواحد وانا كنت تتخلي الآمل كلها قائمة إن شاء الله في مقابلات العياب نكون في أحسن المستوى جميع النواحي كذلك بعد جمهور يكون حاضر إن شاء الله فريق رجاء وإن كان إن شاء الله ينتهل من مقابلة نص النهاية نتمنى التوفيق لفريق رجاء البيضاء وأكيد صديقي فؤات تنتظره مباراة صعبة نهاية الأسبوع المقبل كما قلنا في الضر البيضاء لكن ستكون هناك بكل تأكيد دعم الجماهيري كبير بهذا الفريق آخر ظهور الأهلي في اللقاء الآخرين فوز على الويداد يؤدون بهدفين للسفر وأيضا فوز بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي نتمنى أن لا تكون تتابعة بها الحال ولكن ربما العنصر الإيجابي الإيجابي وهو الجمهور لغيكون لعب واحد إذن صديقي فؤاد نذهب لفريق آخر يمثل الكرة المغربية في مسابقات سيدة الأبطال أمر يتعلق بطبيعة الحال بفريق الويداد العائد بالانتصار من العاصمة الجزائرية على حساب فريق شاب الوزادة الجزائري الفريق الذي هو القوى الضاربة في الجزائر حاليا يعني بطل الدولي المحلي موسمين توليا والموسم الثالث في الطريق قدرنا نخلي المباراة ونمشي من واحد الحادث جليل الدودي يرتكب خطأ أرعى صراحة فادح ويتلقى بطاقة حمراء يعني ربما أربكت حسابات المدرب رقراكي وربما أحيان يقولوا ربما درتي نافعة لأنها في بعض الأحيان ويعني كما أذكر المجموعة من اللاعبين يقولوا ومدربين يقولوا لما تكون لعب عشرات لعبين اللاعب ربما يعطيه 200% من اللاعبين يبقى في أرضية الميدان يعطيه 200% من المؤهلات ومن طاقات ومن قتالية ربما 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 في لقاء الويداد أمام الشباب الوزداد هذا الطرد المبكر جدا جليل الدودي أعطيه شحنة معنوية لللاعبين ربما ربما وحد الانضيبات كبير على مستوى الدفاع لأنك تلعب خارج الميدان أمام فارق يسيطر على منافسة كرة القدم الجزائرية في هذه المواسيم الأخيرة يمكن اعتبروا أنه فاس باللقب لأنه عنده فارق شاسع عن الفرق المطارد وعنده لقاءات مؤجلة وانت كفارق جاي باش تحاول تعتمد على الدفاع وتراهن على الهجومات المرتدة اللاعبين اللي بقوا في أرضية الميدان شفنا القتالية ديالهم شفنا انضيبات ديالهم شفنا أنهم يستميتون على كل الكورات شفنا تألق الحارس بالتقناوسي في أرد العديد من المرات نعم يعني حارس في المنتخب منذ سنوات كنا شفنا في الأوين الأخيرة في متوسط الموسم كان المستوى ديالهم تراجع نسبيا كانت كما قلت منذ قليل توجهت لأسهم الانتقاد لكن يبقى حارس لديه الإمكانيات ثم من التحدث طبعا عن دفاع فريق والأحمر ديال فريق شباب بالوزداد ثم شفنا ايضا اقتناص يعني اللعب على الطريقة الإيطالية تحسين الدفاع أنك ترجع الدفاع ثم على مرتدة خاطفة مع انطلاقة الشوتانية لأن الكرة في الشوتانية رملم ستش لعب من فريق شباب بالوزداد كرات تقريبا وحدد 12 أو 14 النقلة بين لعب فريق الوزداد وصلت الكرة عند لعب العملود لمرها اللعب بنزا ليس جل الهدف الوحيد في المباراة والفريق أرجع إلى خط الدفاع بالنسبة للفريق الوزداد البيضاوي يعني نهني فريق الوزداد البيضاوي على هذا الانتصار لكن لا شيء حسيم صار بها هذه الحال هي نتيجة جد جد إيجابية والأكيد أن الوزداد كما الرجاء بحضور الجمهور الغافير اللي روما كان متعطش جمهور الفريق الوزداد والراجاء وللأسف لا نشوفوه وما نشوفوه مباراة أخرى دي الفرق أخرى أنهم يمكن ملؤوا الآن في أي مباراة يمكن جيد بالفريق الراجاء يلعب مع الفريق الثاني دي الفريق الراجاء سيلعب الملعب مبلو وعند أخرين صديقي فؤاد المدرب باكيتا مدرب فريق شاب الوزداد مدرب موخضرم وبطبع المدرب والدر الشاب الذي يفوز على مدرب موخضرم بحجم المدرب باكيتا أعود مرة أخرى للسعب قدر يومير هناك في مدينة القونية للسعب قدر لنكون صرحاء فريق الوزداد كان محدود في هذه المباراة على اعتبار أن الفريق الجزائري كان هو الأفضل في بداية المباراة وسيطر على الكرة بحث شكل كبير جدا نسبة الاستحواذ ربما وصلت بعض اللحظات كثر من 60% وهذا يبدل تراجع فريق الوزداد في واحد المرحلة وأن الفريق يلعب نقص من لاعبه الدودي بشكل مبكر ولكن الإيجابة في هذه المباراة هو أن الهدف الذي يتسجل مع بداية الشوط الأول الشوط الثاني حرر اللاعبين وسمح الفريق الوزداد لكي يجري هذه المقابلة بكل هدوء وأنه يعود في نهاية المطاف بنتجة الفوز بهدف دون مقابل تنظر هنا كان دكاء من المدرب وليد درق ريغي لأنه ما كانش يعني التدريب ماشي بالسن يعني بالكافاءة والخبرة وتنظر ريغي الآن عنده خبرة كبيرة في هذا الميدان هذا وخصوصا لما تتكون نقص لعب لاحظنا على أنه بسرعة تحول خطة أربعة أربعة واحد فلما تعود إلى أربعة أربعة واحد يعني تحافظ على دفاعك الأربعة وتحافظ على وسط الميدان الأربعة واللعب الذي خرج الذي تم بطاقها الحمراء تفقى مهاجم بدل اثنين وبالتالي تنظيم ديلك لف وسط الميدان ولف الدفاع تفقى هو هو يعني وبالتالي هذا يعطيك امتياز بأنك من جهة أنك تدافع مزيان ومن جهة أخرى أنك يمكن تدير مرتدات سريعة يعني مع ذلك اللاعب يعني أي لعب من الوسط يحصل على كرة يمكن يمشي بها أنا اللي عجبني في الويدات كذلك أنه كان هناك هدوء يعني لما يسترجعوا الكرة يعني أنه تحاولوا باش يصعدوا بها يعني من الدفاع الهجوم بلمسة وحيدة يعني بمروغات يعني كان هدوء واتمئنان أنا حسيت أن الويدات يعني مسيطر رغم النقص العددي أنه كان مسيطر على المباراة يعني من ناحية الطاكتيكية كذلك من ناحية الاستحواذ من ناحية رغم أنه كان واحد استحواذ في داية المباراة وهذا طبيعي لأن الفارق لما يستقبل أمام ستين ألف متفرر فأكيد أنه سيدافع وحاول بشيس جلموا بكيران إلى أخيره ولكن كما قلت أنتم ما ننسوش أن الويدات رأي لعب بتسعود دي اللاعبين داخل الملعب مع الحارس يعني وبالتالي فهذا النقص العددي ما كانش عنده تأثير بل بالعكس أعطى واحد الحافيز وكذلك ما كانش هناك ارتيبك أو تخوف أنا ما حسيتش باللاعبين دي الويدات خايفين بعد خروج اللاعب يعني ثقوا في نفس يعني الثقاء وربما زادت الثقاء لديهم وخلقوا فرص يعني حقيقية لتسجيل وكانوا ربما يسجلوا أهداف أخرى لو كان شوية دي الشجاعة ولكن رغم السيطرة الميدانية مع نهاية المباراة دي الفريق بلوزداد لكن كل كورات العرضيات اللي داروا كان هناك التقنوتي شفنا كم كورة خرج ودار انبوكسين يعني ضربها بالبوكس وخرجها يعني الحارس كان في المستوى ساعد الزملاء خصوصا في الكورات العالية داخل المربع والأخ فهم يمكن يتكلم على هذا شيء أكثر أحسن مني وكذلك بالنسبة للعيبين كانوا تخرجوا الكورة تحتفظوا بها وهذا اللي أربك حسابات الخصم وبالتالي هناك كان تاكتيك جيد من وليد الرقراجي كانت خطة يعني مضبوطة وتنظن أنه حتى قبل المباراة أنه ينوي تأهيل في الجزائر يعني هو لا يحسب المباراة للضال البيضاء قال أنا لازم هذه المباراة نهيها في الجزائر وبعدين من جل الضال البيضاء ذلك ساعة نعطيه عرض كوراوي جميل لذلك 60 و70 متفرج وأن تنظر على الطريقة للعجبية وعلى كيف عود نقص العدد شابو المدرب وليد وفريق ويداد بشكل عام جميع اللاعبين لأن النقص العديد لم نحسن به ثنائي خط الوساط صديقي خالد اللاعب جبران وأيضا اللاعب الحسوني كان في الموعد رغم النقص العديد وكان عرف الأهمية للاعب جلل الدودي في خط الوساط حتى ثنائي مؤيد اللافي واللاعب متراجي لم يكن نرى كيف يتلعب بزا في الخط تكتيكيا فريق الويداد كان متميزا وبشكل كبير حقيقة مقابلة فريق الويداد الرياضي كان في مساوى كبير خصوصا بعد خروج لعب الدودي فلسفنا بأن جميع العناصر كانوا تنظيم جيد جميع اللاعبين قاموا بالأدوار بشكل جيد خصوصا اللاحظة المقابلة هو نسبة دير النج لوصلا فريق الويداد الرياضي خصوصا بأن فريق الويداد الرياضي في سنوات الأخيرة فدائما كتلعف عصبات الأبطال وبالتالي فهوكسس بوحد جريبة كبيرة جمعة من اللاعبين تنظل هذه النسخة الرابعة التي تلعبوه في هذه المنافسة وبالتالي فهوما تعرفوا جميع تحاولوا ما أمكن تسكيفهم جميع الأوضاع وفي هذه المقابلة تنظل فينا فريق الويداد الرياضي منظم بشكل جيد رغم أن فريق جزائري تلعبوه تنظل في 20 متر ولكن فريق الرياضي كان الويدوء كبير كان تنظيم كبير كان هناك خطوط خط الدفاع وخط الوسط فهوما تلعبوه في تنظيم في 20 متر وبالتالي فريق جزائري متحش لفرص أنهما إلا في الدقاء الأخيرة وحد العرضية وكان شوية تهو من مدافع الأوسطين لا لعب داري ولا لعب الآخر اللي كان معاه ونخلى بأن فريق جزائري كورا بالرأسية تلتطم العمود الأيمن دي الحاري التقنوتي تنظن عموما فريق الرياضي بأنه أحسن في هذه المقابلة تنظن على جودة اللاعب وكذلك تنظيم فريق في المقابلة ولا كذلك تنشوف الهدف الهدف رائع ورائع جدا لأنه شفنا الجودة دي التقنية دي جميع اللاعبين فكورا كانت طويلة فلاعب بينزا لعبها اللاعب المترجي اللي جا في وسط الميدان اللي لعب جانب الأيمن اللعب اللي طلع الأمام وكذلك اللي فيه طلع قرب اللاعب بينزا فشفنا ثلاث لاعبين في مربع العملي دي الفريق الجزائري وشجل هدف تنظن مقابلة في مساوى عالي الآن حول ما يسترجع الانفاس والطاقة دياله بشي مقابلات ديال ياخدها بوحد جدية كبيرة لأن فريق الجزائري سنطنون لديه أمر ولكن منشنا في هذه المقابلة ففريق الويداد عنده جودة أكثر عنده تجربة أكثر وخصوصا غير الأمام جماير دياله فجميع الحضور ستكون بجانب مقابلتين في إياب دورة الربع النهائي ملامح نهائي نتمنى أن يقعونا مغريبيا مئة في المئة في مسابقات دوري أبطال إفريقيا ما ذهب صديقي فؤاد لمسابقات كأس الكاف قبل التي قلت لي بأن ربما أنك تلعب نقص العدد كي يكون هناك حافز نعم الكلامك صحيح مليار في المئة هذه المرة أن فريق المسر البورسعيدي كان متعادل مع فريق نهات سبركان بهدف مثله ولكن فيها تمطف هذا الفريق الذي ترضى لوجود اللاعبين عمر موسى وأيضا اللاعب تونسي الجنراصي تمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد على فريق نهات سبركان الفريق المغربي الوحيد في مسابقات كأس الكاف نعم هذا يكرس فريق نهات سبركان هذا الموسم للأسف في اللقاءات التي يجريها خارج الميدان لا يوجد هناك التركيز لا يوجد هناك الاندفاع اللي رأينا في المواسيم السابقة لأنه تمشي بعيد في المنافسات القارية يجب أنك تحقق الأهم خارج الميدان وهذا ما أثبتته التجربة لما تلعب خارج الميدان يجب أن تستغل كل الفرص المتاحة اليوم فريقنا تبقى كان ما استقل هذا النقص العددي الذي كان يشكو منه فريق المصري البورسعيدي وما استطعش كما تقلت ثلاثية نظيفة كان هناك أيضا هزيمة أمام فريق سيمبا وكان هو تعادل في الأنفاس الأخيرة أمام فريق الدرك من النيجر اللي هو جعل الأعمال للفريق نتبركان يعني تحيى باش فاز في المباراة الأخيرة وتمكن من تأهل هذه ربما مرة أخرى نقطة سلبية بالنسبة للمدرب إيبنغي اللي دعنا نقول ما كنش هناك واحد لأخذ المبادرة ما كنش هناك شجاعة أنت كتلعب خارج الميدان ديالك شنك كيفاش فريق الرجاء البيضاوي رغم النقص العددي أنه مشاء واستطع يعود بأقل خسائل الممكنة أمام فريق عملاق وغول كرة القدم الإفريقية اللي هو ندي الأهلي المصري وشفنا فريق الوداد اللي أقدر بنقص عددي يتمكن من العودة بنتيجة الانتصار فأنت يعني بالعكس يعني أنك أنك مستفد من نقص عددي ديال اللاعبين فريق المصري البورسعيدي وماك 16 من أنك ينيس حقيق الانتصار حقيقة أن فريق الأهلي أو فريق نهذة البركان سيكون أنه الأمور صعبة وإن كان ربما في الملعب ديالو أيضا في أم سيارة رمضانية يمكن أنه يقلب الطاولة على الفريق المصري أتمنى توفيق أيضا لفريق نهذة البركان الفريق كما قلنا إنهزم بهدفين مقابل هدف واحد في ضيافة فريق المصري البورسعيدي الفريق المصري الوحيد الذي تمكن من التغلب على فريق الأهلي المصري خصم فريق أرجاء في مصابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم الفحلي تسبب في تلقي لاعبين من فريق المصري البورسعيدي جد البطاقات حمراء في هذه المباراة سنعود لهذه المباراة في مواعدنا الإخبارية وأيضا برامجنا في وقت لاحق على قناة ميديان تيفي مشاهد الكرام وصلنا الآن للفقرة الأخيرة في برنامج بانورو مصبول هذا الأسبوع هي فقرة اسم صنع الحدث والاسم الذي صنع الحدث هذا الأسبوع هو فريق المغرب تيتواني الذي ضمن رسميا العودة للقسم الأول على بعد خمس جولات بالنهاية الموسم الفريق التيتواني رفقة المدرب عبدالتيف جريندو تمكن من البصم على مشوار متميز وتمكن من إعادة الفريق لقسم الكبار بعد موسم واحد في القسم الوطني الثاني أعود إليك مرة أخرى السي عبدالقادر يومير فريق المغرب التيتواني على بعد خمس جولات من نهاية الموسم يضمن رسميا عودته لقسم الكبار البطولة أو الدوري الذي صال فيه وجهل وتمكن من حصد لقبين في البطول الاحترافية في العشرية الأخيرة وهذا طبعاً كان منتدراً منذ فترة لأنه الفريق المغرب التيتواني عكس بعض الأندية يعني كان عنده نفس المدرب وكذلك كان استعدادات كانت مبكرة وكذلك كانوا يعني باش تصعد القسم الوطني الأول كذلك لازم يعني تكون عندك فترة الدهاب تكون قوية يعني أنك تدي الفريق مع الفريق مع الفريق الأخرى وهذا وقع لي هنا أكثر من مرة ربما في الصعود هذي والخطة يعني وجري عنده تبارك الله هذي سنوات هو يشتغل في مختلف الأقسام وعنده خبرة وعنده تجريبة وتنشكره يعني أنه استطع باش يصعد يعني قبل نهاية البطولة بخمس دورات هذي الخمس دورات عنده دابا الآن يعني إشكالية كيفاش غيديلها واش غيستغلها باش يعطي فرصة لبعض اللاعبين المحليين الشباب باش يهيئهم الموسم المقبل أو باش يحاول باش يكمل على المسيرة ويحقق يعني العلامة الكاملة تنظن أنا بالنسبة لي مني تنوصلوا لهذه المرحلة هذي خسنا من الآن خسنا نفكروا الموسم المقبل نفكروا اللاعبين يعني من الآن خسنا نشوفوا اللاعبين اللي غيفقا اللاعبين اللي غيمشيوا كيفاش غنهيئوا الموسم المقبل يعني وهذا يعني بالنسبة لي اللي بدأ من داب ونحتفظوا كذلك بنفس المدرب لأن أتمنى أن المغرب التطواني أن يحتفظ بهذا المدرب هذا ويدعمه يعني وقع المتطلبات دياله يعني اللي غيطلبها من معسكرات ومن مباراة إعدادية يعني التوجه الآن بعد الصعود هو الموسم المقبل باش ما يطعش في الأخطاء اللي يطع فيها من قبل لأننا لاحظنا على أن مجموعة ديالأندية تتصعد ولكن تصعدوا تفقو ناعسين على الصعود يعني مع بيات الموسم في البطولة ديالقسمة الأول تفقو مزالين الجمهور ولهم فرحانين بدك الصعود وتنسوا أن البطولة بدات ما تتفكروا أنه مرة بدات البطولة تتدوز عشر دورات وبتالي تديروا لسونسير تطلعوها بطوء أو يعانون في مؤخرات ترتيب أنا أعتقد أن هذه الخمسة دورات مهمة جدا لازم الجلوس مع الإدارة التقنية مع المكتب المسير وعمل خطة يعني اللي فيها غير يستفد منها المغرب التطواني وكيفاش غيرنا نستغلوا هذه الخلس المباريات باش نبنيوا عليها الموسم المقبل والإحصائية الغريبة في هذا المشوار فريق المغرب التطواني صديقي خالد وأن المدرب عبطي في جريندو التحق بفريق المغرب التطواني بعد في الجولة الثالثة يعني وكان الفريق قد بدل موسم بهزيمة مع أصطاد المغربي في الرباط وأيضا كان انهزم في تطوان مع فريق جمعية سالة جاء المدرب جريندو في الجولة الثالثة وانهزم فقط في مباراة واحدة كانت في الضيافة فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي يعني قبل دورات فقط مشوار متميز للغاية للمدرب جريندو مع فريق تطواني وأيضا بمساعدة لعب المطة السابق هشام اللويسي أتنظر مدرب جريندو الآن عندهم تجربة ما يكفي باش يكون من أحب في أحسن الفرق المغربية لأنه مدرب شاب وكان لعب دولي عنده كذلك شهدات تدريب وكذلك ما قلت سابقا فهواخر لديهم تجارب ليستفيد منها استفادة كبيرة وكانت مناسبة جيدة لأن فريق المغرب تطواني تنظر نحافظ على مجموعة من لعبين اللي كانت تسكول الفريق في الموسم الماضي وبالتالي فهو بتكأد حول ما أمكن يخلي هذي اللاعبين ويخلق وحد الجو عائلي في الفريق لأنه شيء مهم جدا هو يكون وحد العلاقة جيدة بين اللاعبين وكذلك الطريقة أحسن طريقة باشهد اللاعبين يلعبوا بارتياح ويبرزوا الأمتالية ديالهم اللي يخلق يحصد نتائج جيدة وهذا شيء إيجابي لأنه تنظم فريق مغرب تيتواني مكان الطبيعي وفي القسم الموطني الأول والآن لأنه يفكر المغرب تيتواني باشه مشروع ديالنادي باشه يفكر فقط في بقاء في القسم الموطني الأول يروح المشروع ديال 3 أربع سنوات باشهد النادي واللي النوادي الكبرى لأن مدينة تيتوان تتعجز بجماهير اللي جات عشق قرة القدم وتنشوف من خلال جماهير اللي جات حد المقابلات فريق مغرب تيتواني تنظم فريق اللي يخصو يكون أو نادي اللي يخصو من أحسن النوادي في المغرب لأنه عنده قاعدة جماهيرية كبيرة بالنسبة المقابلات المقابلات تنظم فبالعكس ففريق مغرب تيتواني فهو مقبل نهاية كأس العرض فنضم المقابلات المقبلة خاصة من خلال فريق المغرب تيتواني نعم برافو المغرب تيتواني برافو العرب تفجيرين بسرعة فؤاد ثواني فقط تيتوان تتألق ولكن تفتح التنجا تعاني وبالأمس تم إقالة المدرب الأرجوطيني جاموندي نعم هذا وحل حلتوني فريق يسعد فريق يسقود فقط ربما التذكير المغرب تيتواني أنه هذا الصعود يتزامن مع الدكرة المئوية تأسيس كأحد أعرق وأقدم من الفرق المغربية وأيضا يتزامن مع فتأه الفريق للمباراة النهائية الكأس العرش أما فريق الجيش الملاكي وطبع كما قال الجميع أنه يستعيد لمكان فقط الجمهور أيضا لما نرى الجماهير تحضر بهذه الوفرة في المباراة القسم الثاني وعندما الفريق سنرى في القسم الأول الموسم القديم سنلقى بعض العشرة أو المئات هذا هو المطلوب أن الجمهور يكون حاضر دائما يملأ المدرجات وفريق المغرب تيتواني أكثر من هذا وهذاك هو يحتاج الملعب كبير أنه يستوعب لهذه الجماهير وفريق المغرب كان قيمة مضافة في البطول الاحترافية صديقي فؤاد في العقد الأخير وكان كما قلنا توجب لقبين وأيضا كان دائما ندا قويا شارك في دول الأبطال في كأس الكاف وأيضا في كأس العالم الأندية شكرا جزيلا لك سعب قدريومير شكرا والشكرا موصول للدولية المغرب والمدرب خاليد فهمي سي خاليد شكرا لك شكرا لك شكرا جزيلا صديقي شكرا ختام حلقة اليوم مشاهد الكرام من بانوراما سبور شكرا على طيبة المتابعة في أمين شكرا